سيد بابيتش بعد ثماني سنوات إذن من التدخل الروسي في سوريا ما الذي حققته موسكو حسنا المنجز الأساسي كان وبصفة أساسية هو حقيقة أن سوريا لم تعد دولة إسلامية راديكالية وكانت بهذا المعنى تهديدا ليس فقط لروسيا بل لكل جوارها إذن الموقف تحول من سين إلى أسوأ في سبتمبر من عام 2015 اسمح لي أن أقول عندما انسحبت القوات الحكومية وكانت الدولة الإسلامية في العراق والشام انتشرت على مدار 11 شهرا بل وأمطرت سماء سوريا بوابل من القذائف واسمح لي كذلك أن أذكركم بأن الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش سيطرت على الموصل وغير ذلك من المدن في العراق والسوريا إذن ما أظنه هو أن تدخل روسيا كان له تداعيات إيجابية بعد ذلك بدأت تتقلص نفوز داعش العامل المهم الآخر قال وهو أن حقيقة حكومة الأسد ليست بالطبع دولة ديمقراطية مثالية ولكن ثمت نوع من الاستكرار بعد التدخل الروسي وأن رئيس الأسد الآن هو عضو الآن بين أعضاء جامعة الدولة العربية بل وحضر اجتماعات الكمة إذن شيئا فشيئا سوريا آخذة في مشوارها في أن تكون بين أحضان العائلات العربية هذه النقطة الثانية كذلك فإن تدخل روسيا والشرطة الروسية العسكرية حقق نجاحا كبيرا حتى وأن كانت روسيا كان لها نفوز في الداخل السوري واسمح لي أن أقول أنه رغم كل ما نسمعهم مما تلوقه الوسائل الإعلامية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا سوريا لم تلعب دورا كثيرا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذن الموقف في سوريا كان إيجابيا تمام وضحت الفكرة سيد بابيتش إذن التدعيات إيجابية تريد أن تقول بعد التدخل من قبل روسيا في سوريا أيضا الحديث عن استقرار كان بشكل واضح بعد التدخل الروسي روسيا